موسيقى موسيقى من فضايا العراق التربوية تجدد لقاءنا بكم أعزائنا الطلبة طلبة الصف الرابع العلمي ودرس جديد من دروس مادة الفيزياء المخصص لكم لعامكم الدراسي هذا درسنا لهذا اليوم رح نبدأ رحلتنا في الفصل الثاني الخصائص الميكانيكية للمادة عزيزنا الطالب لماذا ندرس الخصائص الميكانيكية لمادة أكيد أنا من أريد أصنع أشياء رح أريد أعرف هاي الأشياء شوني المادة اللي تناسبني لصناعتها هل هذه الأشياء اللي أريد أصنعها محتاجة أني ضغط عالي محتاجة إجهاد عالي عليها لاني أقدر أعرف شوني المادة اللي ممكن أني أستعملها شوني عرفت بدراسة خصائص الميكانيكية كذلك أنا على أي أساس درس الخصائص الميكانيكية للمادة ليش المواد مختلفة ليش المواد مختلفة تحديدا في خصائصها الميكانيكية هذا يعتمد على نوع المادة الآن إذا أستخدمها طبيعة القوة اللي تحكم بين جزيئاتها المسافات البينية لبياناتهم كذلك شنو طبيعة الحركة للجزئة الواحدة كل هاي الأمور تعال آني وياك نشوفها على اللوحة انتقل وياك خلينا نتعرف على رحلتنا في الفصل الثاني الخصائص الميكانيكية للمادة عزيزنا الطالب يقول الخواص الميكانيكية للمادة ترتبط بسلوكها لما آني أثر بقوة خارجية فيها شن تصرف هاي المادة إزاء القوة اللي آني مسلطتها عليها طبعا آني المادة بطبيعة الحال تنقسم إلى ثلاث حالات مثل ما أخذت أنت في سنين سابقة عزيزنا الطالب اللي هي الصلبة والسائلة والغازية طبعا على أي أساس صنفتي المواد إلى ثلاث حالات طبعا نتيجة القوة الجزئية اللي تربط لبياناتها كذلك الطاقة الحركية لكل جزئة وكذلك مثل ما ذكرت سابقا المسافات البينية بين الجزئات طبعا وأكيد عندي حالة رابعة للمادة ما ننسى نذكرها دائما أنه هي المادة في حالة البلازمة طبعا يقول لك الغازات بطبيعة الحال لها شكل متغير وحجم متغير لذلك أذاكر لك ياها لا تحتفظ بشكل ولا بحجم ثابت فعند تأثي قوة خارجية فيها أما المواد السائلة تحتفظ بحجمها الثابت بينما لا تحتفظ بشكلها الثابت لأن هي هاي صفاتها وأن تأثي قوة خارجية بالمواد الصليبة يسبب حدوث تشوه بيها يعني يحصل تغير في شكلها ويعتمد هذا التشوه طبعا على عدة عوامل خلينا نشوف سؤال إذا أجاني بالامتحان ما هي العوامل التي يعتمد عليها تشوه المواد الصليبة طبعا العوامل هي أول عامل عندي مقدار القوة الخارجية الآن يمأثرة عليها على الجسم الصليب هل هي قوة كبيرة أم قليلة شقد مقدارها شنو نوعها ثانيا أبعاد الجسم الصليب شن هي أبعاده شون شكله ثلاثة المادة المصنوع منها هذا الجسم الصليب أيضا من الممكن أنا ماتين لها نفس الشكل والقوة هي نفس القوة لكن أنا عندي طبعا مادتين مختلفة ونشوف اثنين هذول المادتين تعامل هوية القوة المؤثرة عليها يكون مختلف مادة تختلف عن الثانية مع العلم يعني أخذت لك مادتين لها نفس الشكل ولها نفس الحجم والقوة اللي أثرت عليها هي نفس القوة لكن ليش تعاملت هالمادة ويها القوة ما يشبه تعامل للمادة الثانية طبعا هنا السبب الرئيسي للموضوع أنه المادة مصنوعة هاي المادة الأولى مصنوعة من المادة معينة جسم الأول والجسم الثاني عفوا مصنوع من مادة أخرى كانت طبعا هاي العوامل اللي نشوفها أو ندرسها إذا حصل تغير في شكلها يعتمد التشوه بالمواد الصالبة على هذه العوامل طبعا خلينا نشوف إحنا في بداية درسنا قلنا أنا حتى أدرس الخصائص الميكانيكية لأي مادة إلها فائدة وأهمية كبيرة في حياتنا في التطور التكنولوجي حيث يتم تصنيع مواد صناعية جديدة غير موجودة في الطبيعة كالألياف الصناعية واللي تنتاز الألياف الصناعية تحديدا بتحملها لإجهاد عالي بالرغم من خفة وزنها لذا فتحت عندي آفاق تطبيقات صناعية وإنشائية واسعة شين هي هذه التطبيقات انتقلوا إيانا عزيزنا الطالب خلينا نتعرف عليها النوع الأول للتطبيقات هي التطبيقات صناعية والنوع الثاني للتطبيقات هي التطبيقات الفضائية بالتطبيقات الصناعية مثل صناعة علوبة الغاز المضغوط الإطارات هيكل وسائط النقل خاصة هيكل وأجنحات الطائرات وإنت تعرف عزيزنا الطالب إحنا دعنا نتكلم عن الطائرات تحديدا وإنت تعرف الطائرات تحلق إلى ارتفاعات شاهقة وعالية إذن بالتالي عندي مشكلة بالضغط أول مشكلة تواجه الطائرة هو الضغط عزيزنا الطالب من هذا يتغير عندك الارتفاع وإنت تعرف إحنا كنا محكومين بالجاذبية الأرضية إذن هنا عندي مشكلة بالضرط حتى أنا أصنع هيكل الطائرة أنا مضطرة أستعمل مواد معينة تتحمل ضغوط معينة ما أستعملها في حياتي اليومية دراسة الخصائص الميكانيكية للمواد فتحت لهاي الآفاق خلتني أصنع الطائرة تتحمل إجهادات عالية تتحمل ضغوط معينة لأنها ترتفع بارتفاعات معينة عن سطح الأرض أكمل وياك إذن أجنحة الطائرات كذلك الصناعات الإنشائية المختلفة والأدوات الرياضية أما بالتطبيقات الفضائية أكيد رح أصنع أجزاء كثيرة من الصواريخ والمركبات الفضائية وخزانات الوقود وهنا نحطك أيضا نفس المعلومة لأن المركبات الفضائية تخرج عن طاقة الجاذبية الأرضية إذن هنا صار عندي الضغط مشكلة حتى أعالج مسألة الضغط لازم أستخدم مواد معينة في صناعة هياكل الصواريخ أو المركبات الفضائية تحديدة بالتالي أنا محتاجة أدرس الخواصة ميكانيكية للمادة حتى أشوف إذا تعرضت إلى قوها إلا طبعا ونضغط نوع من أنواع هذه القوة شو رح تتعامل هذه المادة ويا هي تشي نوع قوة هل حيصر تشوه بالمادة شيني المادة اللي أقدر أجيبها بحيث ما يصر بها تشوه طبعا عندنا نتكلم عن المادة الصليبة تحديدا لأن عزيزنا الطالب أكيد مركباتنا الفضائية ليست من مادة سائلة أو غازية خلينا ننتقل ونشوف إحنا ورما عرفنا هذا الموضوع ما المقصود أو ماذا نعني بمفهوم المرونة وقانون ونتقلوا إياه إلى اللوحة وخلينا نشوف الآتي يقول إذا سحبت حبل من المطاط بقوة من طرفيه فإن يقاوم المط منه الشريط مع المطاط أو الحبل ولكن طوله يتمدد متأثرا بهذه القوة إذا أتركه رح يرجع إلى طول الأصلي وإذا علقت سلك من الفولاذ من أحد طرفيه وعلق في طرفه السائب ثقل فإنه سيستطيل قليلا بعد فترة من الزمن إذا آني جيت وشلت الثقل رح يرجع السلك إلى طول الأصلي عزيزنا الطالب أمامك رح أكبر لك الرسم وانظر أمامك إلى الرسم الموجود على الشاشة طبعا أنا عندي هذا هو السلك وشوف هذا هو طوله الحقيقي أو الأصلي الآن إذا خليت ثقل معين شوف أكو عندك استطالة بالطول هاي مقدارها منال هنا طال عندك السلك بهذا الحد المعين لكن إذا آني زيت القواء المؤثرة شوف الآن هذا كان منال هنا هو الطول الأصلي الآن شوف مقدار الاستطالة جد بالنابض اللي معلق به عزيزنا الطالب هذا الثقل يقول إذا رفعنا الثقل سواء في هذه المرحلة أو هذه المرحلة رح يرجع النابض إلى طوله الأصلي إحنا في الفيزياء بيجي حالة نقول إنه إحنا اشتغلنا واعتمدنا ضمن حدود المرونة ضمن حدود المرونة يعني ما صار تشوه بالسلك ما فقط خاصية المط اللي هو يتمتع بيها إذن لما أنا شلت المؤثر اللي هو غير بطوله رجع إلى طوله الأصلي هنا ما عندي أي تشوه وما عندي أي تغير دائمي إذن بهالحالة أنا عملي كان ضمن حد معين هو اسمه حد المرونة خليني أنتقل وياك ونشوف اللي ذاكر لي هو التفسير لهذا النابض اللي صار بيقول السلك الذي يعلق به ثقل يقاوم هذه القوة الخارجية بقوة شلو منشأها قوة التجاذب الجزيئي بين جزيئات المادة نفسها والتي تظهر نتيجة حدوث التغير في شكل الجسم أو طوله هذه القوة الجزيئية تحاول إعادة الجسم إلى الحالة الأصلية بعد زوال القوة المؤثرة إذا كبسنا غاز أو سائل أيضاً رح يقاومون التغير بالحجم السائل يقاوم أكثر إذا زار الضغط من عندهم رجع إلى الحجم الأصلي طبعاً العالم روبرت هوك وجد علاقة بين القوة المؤثرة في السلك ومقدار التغير الحاصل بشنو؟ بالطول وقال هذا التغير إلى علاقة طبعاً وبالأخير توصل أنه نوع العلاقة هي نوع طردي يعني أنا كل ما زادت القوة المؤثرة على سلك رح يزيد بالتالي طول هذا السلك خلينا نشوف النشاط اللي يراوينا مفهوم المرونة نشوف هذا النشاط يقول أدوات النشاط نابض حلزوني أثقال متساوية المقدار كل منها 0.1 نيوتن حامل حديد ومصطلة مدرجة وورقة أردت بالأدوات مثل ما ظهر أمامك على الشكل أعلق النابض الحلزوني شاقولياً بحامل حديد أشر على الحلقة الأخيرة السفلة طبعاً على ورقة خلف النابض وأبدأ أعلق الأثقال أول ثقل رح أختاره هو 0.1 نيوتن أسجد شقد يحصل عندي زيادة كل ما أحط هنا ثقل عزيزنا الطالب النابض رح يستطيل وأنا عندي مصطرة ورح يأشر كل استطالة مقدار الأوزان أو الأثقال اللي إذا أضيفها هي 0.1 نيوتن وهي جميعها متشابهة يعني كلها قيمتها 0.1 نيوتن ونبدأ نعلق بالأثقال وشوف عزيزنا الطالب شلون نبدأ نعلق بالأثقال يقول ثقل ليصير المقدار لكل الثقل المعلق زيدت صار 0.2 ألاحظ الزيادة بطول النابض يصير أطوير يعني يصير ضعف الزيادة السابقة أكرر العملية كل ما ده أضيف عزيزنا الطالب ثقل معين رح يزداد الاستطالة حطيت ثقلين زادت استطالة النابض بهذا الاتجاه والمصطرة هي ده تحدد لي هذا الموضوع إذن مثل ما أنا قلت لك في بداية تجربتنا أنا علاقتي طردية بين القوة والاستطالة أو الزيادة في طول النابض طبعا هتطلق جدول قايل لك شوف العلاقة شون صارت عندي لما نشانت القوة صفر كان ماكو أي زيادة في الطول الآن إذا حطينا أول ثقل أو بوينت واحد صار الطول أو بوينت ثلاثة وإذا سويني ضاعف من القوة أو بوينت اثنين صارت الاستطالة أو بوينت ستة وإذا أو بوينت ثلاثة صارت أو بوينت تسعة وآخر شي لما نحط آخر ثقل صار عندك الطول واحد بوينت اثنين هذا هو يبين لك الرسم البياني والعلاقة الطردية حقيقة بين الطول وبين القوة العلاقة البيانية عزيزنا الطالب هي بين مقدار الأثقال والزيادة الحاصلة في طول النابض أي الاستطالة وعلى أفرض إهمال كتلة النابض نحصل على علاقة خطية بيانية بين الأثقال والاستطالة الاستنتاج يقول الزيادة الحاصلة في طول النابض تتناسب طردي مع قوة الشد ضمن حدود المرونة لاحظوا إياه هذا المخطط البياني عزيزنا الطالب وشوف هذا الخط هو أكبر دليل على أنه زيادتي طردية يعني تناسبي طردي بهالحالة أحدد لك القانون الآتي قوة الشد تساوي ثابت مرونة النابض في الاستطالة طلع عندي القانون أمامك الآتي F اللي هي قوة تساوي K بدال كلمة تناسب استعظنا بيساوي ظهر لثابت هو ثابت مرونة النابض في دلتا L أي مقدار الاستطالة طبعا F هي قوة الشد أنا عندي وكل قوة قاس بالنيوتن والتي سببت استطالة النابض دلتا L جدت كانت مقدار هذه الاستطالة وكي هو ثابت مرونة النابض قيمته هو تمثل ميل الخط المستقيم إذا سألك ما الذي يمثل ميل الخط المستقيم ميل الخط المستقيم يمثل ثابت مرونة النابض وحدة قياسه جدا مهمة عزيزنا الطالب يقاس بالنيوتن على المتر وتكون قيمته ثابتة لا تتغير إلا بحط لك عدة شروط يقول له يتغير شكل النابض أو يتغير المادة المصنوع منها طبعا وأكيد آخر ملاحظة في درسي لهذا اليوم اللي هي أهم ملاحظة إذا رجعت شلط كل هاي الأثقال بالتجربة رح ألاحظ أن النابض يعود إلى وضعه السابق فور زوال القوة شنو معنات كلمتها اللي رح أتركك بيها في درسنا لهذا اليوم نحن نعمل ضمن حدود المرونة يعني النابض هنا نابض مرن لا يتغير شكله ولا يصل إلى التشوه ولا يفقد خواصة ميكانيكية لأن أنا من أزيل كل القوة اللي أثرت عليها بالتجربة رح يرجع النابض إلى طولة الأصلي طبعا عزائنا الطلاب وصلنا وإياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم في رحلتنا في الفصل الثاني ملتقنا وإياكم إن شاء الله في دروس قادمة حتى أكمل وياكم هذه الرحلة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر